اشتركوا في القناة مليار وستمائة وسبعة وخمسين مليون دولار تلتها الألات والمعدات الكهربائية بقيمة مليار وخمسمائة مليون دولار ثم الأثاث والمفروشات بقيمة بلغت أكثر من ثمانمائة مليون دولار ارتفعت أسعار خامية البصرة المتوسط والثقيل مع ارتفاع أسعار النفط عالميا وارتفع خام البصرة المتوسط المصدر لآسيا 13 سنة ليصل إلى نحو 73 دولار للبرميل الواحد وارتفع خام البصرة الثقيل المصدر لآسيا 13 سنة أيضا ليصل إلى أكثر من 66 دولار قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن التضخم سينخفض إلى حوالي 40% في غضون بضعة أشهر ثم إلى 20% في عام 2023 وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي تراجع التضخم السنوي في تركيا إلى نحو 84% في الشهر الماضي وهي مستويات غير مسبوقة منذ نحو ربع قرن وكان البنك المركزي التركي قد خفض سعر الفائدة من 19% إلى 9% فقط استجابة لدعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بهدف تحفيز الاقتصاد الانتاجية حيث تعطي الخطط الاقتصادية للرئيس التركي الأولوية للنمو والتوظيف والاستثمار والصادرات ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1% مع استمرار إغلاق خط أنبيب رئيس لإمداد الولايات المتحدة أكبر مستهلك للخام في العالم واصلت توقعات بتخفيض قيود كوفيد 19 في الصين ثاني أكبر مستخدم على مستوى العالم وارتفعت العقود الآجلة لخام برينت 83 سنة لتصل إلى 78 دولارا و82 سنة للبرميل في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 72 سنة لتصل إلى 73 دولارا و89 سنة حذر صندوق النقد الدولي من فقاعة الديون العالمية الأخذة بالاتساع منذ العقد الماضي على الرغم من تراجع إجمال الدين من الناتج المحلي بعد جائحة كورونا وقال الصندوق إن توقعات النمو الاقتصادي الضعيفة على مستوى العالم وسياسة النقدية الأكثر صرامة تستعيان الحذرة في إدارة الديون العالمية وظل الدين العالمي أعلى من مستوياتهن ما قبل الجائحة عام 2021 حتى بعد تسجيل أكبر انخفاض في سبعين عاما وانخفض إجمالي الدين العام والخاص في عام 2021 إلى ما يعادل اثنين أو مئتين وسبعة وأربعين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وانخفض بمقدار عشر نقاط مئوية عن مستوى ذروته في عام 2020 ولهنا نترككم مشاهدينا الكرام مع سعر صرف العمولات الأجنبية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة